اشتركوا في القناة صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين دعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين فازوا الله من اعتصم بحفلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما قال التصبر في انتظارك أيها المحي الشريع بعضهم يقرأ مات التصبر هذا خطأ ولا يصح ولا يموت التصبر صبرا على قضائك يا رب طال التصبر في انتظارك أيها المحي الشريعي كم ذلق عمود ودينكم هدما يا آيات قواعده الرفيع يا آيات تنعى الفروع أصوله وأصوله يتنعى فروع يا ماذا يهيجك أن صبرت لوقعة الطف الفضيع أترى يا آيات تجيء فجيعة بأمض مين تلك الفجيعة هنا بيت القصيد إذا بيك تتحمل أيها حيث الحسين بعلى الثرى أيها سيدة وحسينة أيها خيل العدى طحنة أيها تظلوع هل يقل أترى تجيء فجيعة لا يومك يومك يا أبا عبد الله أترى تجيء فجيعة ينبئة مض من تلك الفجيعة حيث الحسين بكربل يا خيل العدى طحنة أيها تظلوع ورضيعه يبدم الوريد مخذبون يا فطل أبرض وسيد حيدر الحلي عدد مصائب كربل لكن أكو مصيبة يبكي لها الإمام سلام الله عليه تلك المصيبة لم يذكرها الشاعر أي اللي شاف أحد العلماء بالرؤية وهو حزين يبكي قال قلت سيدي مولاي تبكي على مصيبة جدك الحسين قال لا لو كان جدي حاضر لبكى مو معنى ما يبكي يبكي على مصيبة جده لكن هذا بكاء خاص قلت تبكي على مصيبة عمك أبي الفضل قال لا لو كان عمي حاضر لبكى قلت تبكي على مصيبة من علي الأكبر القاسم قال لا كل هؤلاء لو كانوا حاضرين لبكى وقلت سيدي على أي مصيبة تبكي قال أبكي على سبي عمتي زين والله راع الثار ما يظهر على أمي أو ينشر للي تانون على ما على من سبمتون عمات علام الضرب صياط زجر جو رمي أو ينشر للي تانون عمي أي منقلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء المضطر هو الإمام الحج عجل الله تعالى وفرجه الشريف فإذا أذن له الله عز وجل وخرج السيف من غمده وتحققت علامات الظهور فيلجأ إلى بيت الله الحرام يوم الجمعة ويبيت تلك الليلة ليلة السبت وهي ليلة عاشوراء وفي صبيحتها يسند ظهره إلى الكعب إلى الحجر ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وإذا بأصحابه ينادون لبيك داعي الله فيأتونه من كل صوب وحد قزع كقزع الخريف اللي تحمله السحاب اللي تطوى له الأرض اللي يكون قد ابتلي بالسفر وسافر واستعد فهذا من أسماء الإمام سلام الله عليه المضطر كما أن من أسمائه الفجر والفجر والفجر وليال عشر الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قرآن الفجر هو الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف تشهده الملائكة والمؤمنون في يوم ظهوره صلوات الله وسلامه عليه له أسماء كثيرة إن أنذرناكم عذابا قريبا العذاب هو الإمام سلام الله عليه عذاب على الكافرين والمنافقين وبالمؤمنين رؤوف الرحيم هذا من البحوث المذكورة في سيرة الإمام المهدي سلام الله عليه اللي كتب الغيبة تكفلت بذلك إنما أتحدث الليلة عن هذه القضية لأهميتها ولمعرفة تكليفنا الشرعي لأن نحن نعيش في زمان الغيبة ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية أو ميتة الجاهلية فنحن جميعا مكلفون في هذا الزمان بلا تقليد يجب عليك أن تشتهد تبذل وسعك تطلع على أخبار أهل البيت عليهم السلام وتجاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا لمعرفة هذه القضية بكل أبعادها حتى لا تقع في الفتن جاءتكم الفتن كقطع الليل المظلم تجعل الحليم حيرانه حليم هذا الحليم خلي حيران في زمن الغيبة لا تتيهن كما تاه بنو إسرائيل أضعافا مضعفة حتى يكفر بعضكم بعضا ويدفل بعضكم في وجه بعض ولتصاطن صوت القدر حتى يصير أعلاكم أسفلكم وأسفلكم أعلاكم وليسبقن سباقون كانوا قد تأخروا وليتأخر متأخرون كانوا قد سبقوا الإمام الصادق عليه السلام لما جاء بعض الناس يريد أن يجعل من ثورة زيد الشهيد شماعة وعذر يعني أنا طالع قبل قيام قائمكم سلام الله عليه فأني أقتدي بزيد الشهيد فإذا آني صح فزيد صح إذا آني غلط فزيد فينه غلط هذول ظهروا يسموهم الزيدية بزمن الإمام الصادق عليه السلام وزيد منهم براء فالإمام سلام الله عليه جمعهم كلمهم ساقتنع من اقتنع ورفض من رفض ذكر الإمام عليه السلام حديث طويل عريض قال لهم مضمون الحديث لو كان لأحدكم نفسان يعني روحين لو كان واحدكم عد روحين لو كان لأحدكم نفسان فذهبت واحدة يعني قبضت ماتت واحدة فالله الله في الثانية فكيف وهي نفس واحدة إذا مات الإنسان قامت قيامته بعد انتهى ماكوا ارجعوني لعلي أعمل صالحة ماكوا ارجعوني قبضت روحك قول الروايات بعض الروايات أن بعضهم لما يجي ملك الموت يظل بتعبيرنا العراقي يحرمص له يتوسله أمروتك أجني فديوم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون قال له أمروتك فتساعة قال له أصليني فادي ركعتين وين شنت خمسين ستين سنة وين شنت شايف هاي بالامتحان بالامتحانات أيام شنا ندرس نوقف مراقبة بالامتحانات بعض الطلبة صاف 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 ما يكتب صاف هو يريد يدق الجرس ما للانتهاء ساعتين صار لصاف صار وقت نسحب الدفاتر قال يكتب يكتب وين شنت وين شنت نايم فيقل له ساعة يقل له ماكو يقل له دقيقة يقل له ماكو يقل له بحثت لك في شرق الأرض وغير بها عن لقمة تأكلها لم أجد عن شربة تشربها لم أجد عن نفس تتنفسه لم أجد ماكو بعد استحقيت كل شنتهي وين شنت حياتك خمسين سنة هسا ذكرت زين بآخر عمرك ذكرت زين أو عند قبض الروح فبعض الناس ترى هكذا بعض الناس هكذا فالإمام يقول سلام الله عليه لو كان لأحدكم نفسان فذهبت واحدة فالله فالله في الأخرى فكيف وهي نفس واحدة ثم ماذا قال قال لا تقولوا ظهر زيد نسوه شماعة لمصالحكم الشخصية وأهواءكم لا تقولوا ظهر زيد إن زيداً كان رجلاً صدوقاً وكان غرضه الرضا لآل محمد اللهم صلى الله عليه شنوه يعني يعني ثورة الإله عز وجل وإنه لو محصل الملك ولو ظهر لو وفا ولو ظهر يعني تمكن لو وفا نحن نعرف زيد زيد ملئ إيمانه أما الخارج مننا الآن إلى ما يدعوكم إلى الرضا إلينا نشهدكم ونشهد الله بأنه كاذب وهو لا يزيد إلا في مكروهنا ومكروه شيعتنا ثم ذكر للقائم عليه السلام علامات وأمور قال متى ما ظهر ذيك الرأية اتبعوها وكل راية ترفع قبل رايته فصاحبها طاغوت وهكذا حديث موجود وصحيح أكثر من حديث أكثر من حديث في كتب الغيبة مذكورة المهم أنه أنت عندك نفس واحدة لازم تعرف تكليفك باشر شد قل للرب العالمين ارجعوني لعلي أعمل صالحة والله ما قريت والله ما تعلمت والله ما عرفت شنو من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية والله أنا خدعني فلان يدعي أنه من أقرباء الإمام عليه السلام وخدعني فلان ما تفيدك ولماذا تخدع ولماذا تستغفل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين أنت مقصر بجهلك أنت السبب قصرت 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 لا أن وقعت بالشرك لو من البداية متعلم وواعي ومنم عقلك قد أفلح من زكاها زكاها يعني نماها نما النفس بالفكر والعلم والعمل ما تنفع المعذرة بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره المهم المقدمة طالت أريد أن أبين إلى أنه خطورة الأمر أنت في زمن الغيبة مكلف بأن تعرف إمامك والمعرفة ليس تعرف اسمه فقط وإنما تؤمن بولايته وإمامته وعصمته أيضا تعرف الفتن التي تحصل علامات الظهور أمور كثيرة جدا تحتاجها في عقيدتك تحتاجها حتى تسلم من الوقوع في الشباك في الفتن التي سوف تظهر أو ظهرت بعضها نحن نعيش الآن نحن في كما يقولون هو زمن الظهور ما تأتي ما تدري يسألونك عن الساعة قل تأتيكم بغت الإمام عليه السلام يفسر الساعة بظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف زين قد قد أنه ماك سفياني ماك دجال ماك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب زين هذا قضية المحتوم مو الآن الناقشة لين عدنا بحث آخر فالخلاصة أن روحك عزيزة يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغني أنا أقول لك شرطين إذا تسويهن تعيش تعيش كل ما جاء في هذه القضية وتشعر بكل الفتن وبكل العلامات وهي تتجلى أمامك الشرط الأول النية الخالصة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا فينا هاي خليها بين قوسين يعني تطلع تريد تعرف حتى شنو لله عز وجل مورياء أو سمعة أو هو وإنما أريد أخلص نفسي بتعبيرنا الدارج أريد شنو أخلص نفسي نية سليمة مع قلب سليم مع ترك المعاصي والذنوب الله حاشاه أصدق القائلين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا يقول الإمام الباقر عليه السلام ما من عبد أحبنا وزاد في حبنا وأخلص لله في معرفتنا وسئل عن مسأله إلا ونفثنا في روعه جوابا لتلك المسألة الشيخ لوحد على الله مقام ما نال هذه المنزلة إلا أن طبق هذا أحبهم وأخلص لله عز وجل في حبهم لا أنه سمعة حتى يقال هذا شاعر هذا خطيب هذا عالم هذا خادم الحسين عليه السلام هذا موكب هذا كذا هذا كذا وإنما غرضه الرضا من آل محمد اللهم صلى الله على محمد ولذلك نال هذه الدرجة العظيمة فكان يحدث فكان يلهم فكان يرى أئمته عليهم السلام في الرؤية الصادقة ومن رآنا فقد رآنا لا يتمثل الشيطان فينا رؤية عالم هذه رؤية الآن ميرز حسين النوري رحمه الله عنده أربع أجزاء كتاب دار السلام فيما يتعلق يذكر رؤى لعلماء كثيرين بل بعض العلماء يحتج بأنه حج ودليل يعني على العالم نفسه يعني وحج على من يثق به يعني شنو معنى قال يا ابني أني أرى في المنام أني شنو أذبحك يلا هاي شا تقل للكافرين هسه سيقلك هذا قرآنك هي شي الله يرضى نبي جيب نبي ذبحي حط حط ستشين هنا وثلاث مرات يقلبها جبرايل عليه السلام شنو أني أرى في المنام أني أذبحك طبعا هاي رؤية الأنبياء رؤية صادقة رؤية العلماء الثقات صادقة مو يعني يجي زيد وعبيد إحنا مو نصدق بكلها بعض الجهلة لو يصدق بالكل كل من هب ودب ودعا وقسم من الجهلة يرفضها جملة وتفصيل لا لا هذا ولا هذا خير الأمور شنو هلها شروط ذكرها الميرز حسين النوري الرؤية الصادقة الرؤية الكاذبة الكذابين زين رؤية الأئمة عليهم السلام من العلماء من الأنبياء من الثقات لا شك أنها رؤية صحيحة وتترتب عليها آثار كثيرة والشيخ الأوحد على الله مقامه استفاد من هذا العلم الرائع استفاد منه الآن ليس مجال يعني ضيق الوقت أن أبين هذا بشيء تفصيل وهو هو يذكر أول لقاء مع الإمام الحسن المشتبى عليه السلام فاتني أول أمس كان أنه أريد أطرح هذا هذا القضية فلما رآه في الرؤية فمما قال له قال سيدي مولاي يا أبا محمد أريد فتشيء كلام أذكره متى ما ذكرته أراكم في الرؤية أكو طرق إذا تريد تشوف الأئمة عليهم السلام تشوف لك ميت كذا أكو أعمال تسويها بالليل أعمال ترى ممكن أن ترى هذا باب من أبواب مثل الاستخارة استشارة رب العالمين المهم فيقول قرأ هذه الأبيات كن عن أمورك معرضة وكل الأمور إلى القضاء فلربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضاء ولرب أمر مزعج لك في عواقبه رضاء الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى الشيخ على الله مقام يقول قمت أقراهن دني ما أشوف واحد من الأمم عليه السلام جيليا أقراهن أقراهن ما أشوف الإمام فعلمت أن الإمام عليه السلام لا يريد مني مجرد القراءة إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيء شاليش ندعم ما يستجاب لنا وإنما يريد مني أن أتحلى بمعناها بمعناها بشروطها مو بس ذكر مو مجرد كم من مصل ليس له من صلاته إلا القيام والقعود كم من تال للقرآن والقرآن يلعنه مو بس قراءة قراءة وعمل علم وشنو وعمل هلك العالمون إلا العاملون زين في يقول بعد ذلك عملت بمعنى ومضمون هذه الأبيات فكنت أراهم متى ما شئت زين شوكت ما تريد ليش لأن أحياء يرزقون أشهد أنك تسمع الكلام هو موجود الآن لا شك أنهم موجودون في كل زمان وكل مكان لكن نحن العميان نحن لا نراهم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم المهم يا أخواني يا أهل زمان الغيبة هذا الشرط الأول نية خالصة ترك ذنوب توجه إلى الله من نقول هاي النية هاي النية ورع واجتهاد في طاعة الله وترك لمعاصيه ونية صادقة لله هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن تطلع على أخبار أهل البيت عليهم السلام في الغيبة أهل البيت سلام الله عليهم ما تركوا شيء إلا وبينوه أنا أحيي لك إلى ثلاثة كتب إذا تقراها مع الشرط الأول يعني إذا مو سبعين ثمانين تسعين بالمئة تعرف حيثيات وفروع وبحوث الغيبة وتكليفك لا أقل خمسين بالمئة لا أقل ستبين بالمئة كتاب الغيبة للشيخ النعماني أعلى الله مقامه وأنا أوصي أخواني اللي بدأوا بمنهج القراءة أن يجعلوا إن شاء الله من الترتيب هاي الكتب تقرأ لا أقل واحد من عدها وهي من أصول كتب الغيبة كتاب الغيبة للشيخ محمد بن أبي زين بن نعماني من أصحاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام كتاب الغيبة للشيخ الطوسي أعلى الله مقامه والشيخ الطوسي بعد أشهر من نار على علم كتاب الغيبة للشيخ الصدوق رحمه الله لإسمه إكمال الدين وإتمام النعمة ثلاثة كتب كتابان بإسم الغيبة للنعماني والطوسي وكتاب كمال الدين للشيخ الصدوق أغلب علماء أن يأخذون منه ومنهم الشيخ الأوحد على الله مقام في كتاب الرجعة والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يمكن أقول لك نص الكتاب أو ثلاثة أرباع الكتاب ومن روايات أهل البيت عليه السلام من هذه الكتب المعتمدة المعتبرة التي أغلبها صحيحة موثوق فيها العلماء هؤلاء أتعبوا أنفسهم سنين واحد ألف كتابه هذا بعشر السنوات واحدة خمسطعش سنة موت تصور ذاك الزمان الآن تطور العلم وعلماء إش قد يموتون وما مخلف له كل رأس كل رأس في قضية ما فكيف في ذلك الزمان فأحيلك على هاي الكتب اقراها لا تقول أنا عمري خمسين ستين سبعين سنة أقراها أهم من الجرائد أهم من الأنترنيت أهم من حاش الحاضرين أنه ظل بس بالدواوين ومعرف إيش ويا كل خمس الساعات يكتل بالخالب لاش ما بيها أي فائدة لغو والذين هم عن اللغوي معرضون هاي الكتب مهمة جدا ومتوفرة وتعطيك كل القضايا اللي في الغيبة منها هذا البحر الذي أود أن أشير إليه بهذه الدقائق كثير من الناس يسأل مخالف أو مؤالف ما سر الغيبة لماذا الإمام غائب كل الأئمة عليهم السلام ما كانوا غائبين ليش إمامنا غائب أكو أسباب طبعا أكو أسباب لا شك في ذلك أكو أسباب وأهل البيت عليه السلام ذكروها أغلبها ذكروها تصريحا أو تلويحا كلها لا شك أنه ذكروها تصريحا أو تلويحا أذكر بعضها مختصرا السبب الأول هذا سبب غريب شوية أوضح الإمام غاب خوفا من القتل اليوم قرأت إن شاء الله زيارة الإمام سلام الله عليه السلام عليك أيها المهذب الخائف وفي شهر رمضان قريت اللهم أبدله من بعد خوفه أمنى حديث كذا بعض الآيات تجيب معنى الخوف ماذا 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 هذا الخوف كثير من الناس يعني يستغرب شنو الخوف الخوف خوفان خوف حسن وخوف مذموم الخوف المذموم بمعنى الجبن مقابل الشجاع وحاشى الإمام عليه السلام أنه يتصف بهذا الوصف حاشاه وكلا هذا مرفوض القسم الأول الخوف الحسن شنو هذا الخوف الحسن الخوف الحسن تخاف أن تخالف أمر الله عز وجل يعني خوف من الله خوف من الله متى إذا خالفت أمره شون خلو وضح لك شوي مختصرا عدنا بعض الروايات وسألني قبل أيام أحد الأخوان قال لي أنا سمعت خطيب يقول أكو رواية قلت لأني طبعا روايات مو رواية يقول أن الإمام سؤل أحد الأئم عليه السلام سؤل قال لماذا الإمام خائف فأشار وقال خوف القتل قال لبي كل إمام كانت في عنقه بيعة لطاغوت زمانه طبعا بيعة إكره بيعة إكره لأن ما دام هو موجود ظاهر يدزع ليه يقول تعال بايع إذا ما تبايع تقتل تقتل فلابد أن يبايع مكرها لأن إذا قتل قبل زمانه الله سبحانه وتعالى يعاقبه لأن خالف أمر الله عز وجل في أن يحافظ على نفسه فهو يبايع لكن مكرها هذا ما بيها شيء هذا أمر الله عز وجل في أنه أنت لازم تبايع ولو مكرها حتى تحافظ على نفسك لأن توقتك بعد زين قال إلا الإمام القائم عليه السلام لم يكتب في عنقه بيعة لم تكتب في عنقه بيعة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ضمن الاختبارات والابتلاءات ابتل الأنبياء الأئمة نحن ابتلانا بابتلاءات عديدة وبينت هذا يوم من الأيام منها هذا الابتلاء أنت يا أهل البيت هي شي لازم تبتلون أنت يا فاطمة يكسر ظلعك تعصرين بين الباب والحائط كذا أنت يا علي تقعد وتسكت أنا سيفي مثلا ربقائل يقول باللسان حالي سيفي كذا شنو فلان شنو فلان يعني يهجمون على فاطمة أتصبر يا علي شرحنا هذا ذكرنا أتصبر يا علي قال يا رسول الله أنا هذا الرد معجبني والله لما قص النبي صلى الله عليه وآله كل الابتلاءات التي تجري عليه من الهجوم على الدار من غصب حقه من كذا من كذا من كذا ما تعرفون وما لا نعرف زين قال أتصبر يا علي شنو كان الجواب أنا معجبني هذا الجواب قال يا رسول الله هذا ليس مقام الصبر والبلوى وإنما مقام الشكر لله عز وجل أنا قد أفهم من عدة أشياء لكن لكن هاي شلون يعني وين ناسنا اللي تدعي الفهم والعلم خليجي قل لا يهجمون عليك يشعلون النيران في الباب يعصرون فاطمة يسقطون جنينها يلطمونها على وجهها ينبتون المسمار في صدرها كذا وانت ساكت اتحرك ساكن صلى الله عليك يا أمير المميزي هاي الشجاعة هاي الشجاعة ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب الله عز وجل يريدك تملك نفسك شي تقل لنا موجبان هاي اللي ذكرت لك بالشعر العامي بسهام دهري ما شفت بي فرح بسهام مثل نعش الحسن ينصاب بسهام وبفاضل بسل السيف شوف 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 المشابهات شوف وبفاضل بسل السيف بسهام قال أخي إن لهذا السيف يوما آخرا مثل حيدرم انت شتف بالوصية حتى احنا هسا أنا شن لمشتف نهز الوصية مستمر إلى الحشري واحد يسمع الإمام الصادق عليه السلام يقول إلى الحشري حتى يبع عفوا الإمام الرضا عليه السلام دعب السؤولة أكوة هم حديث للإمام الصادق عليه السلام هم شعر قال يا ابن رسول الله متى يظهر قائمكم عجل الله تعالى فرجه الشريف أضاف لهذا البيت الشعر القصيد تليقراها مدارس آياته قال إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والقربات اللهم صلى الله عليه وسلم كذلك الإمام الصادق عليه السلام لكل أناس دولة يرقبونها ودولتنا في آخر الدهر تظهروا هذا هم بفت بحث ليش آخر الدهر تظهر نرجع فإذا الخوف هو الإمام عليه السلام مقرر عليه أن لا يبايع مكرهاً إرادة لا شك في ذلك من فيه مكرهاً لا يبايع طيب لو ظهره تعال بايع ما يبايع يقتل فإذا قتل يكون قد خالف أمر الله عز وجل لأنه مأمور بأن يحافظ على نفسه فلا يمكن المحافظة على النفس إلا بالغيبة التفتوا يا أخواني إلا بالغيبة فهو خائف من الظهور موجبناً وإنما من أن يظهر عليه العدو فيكون قد خالف أمر الله عز وجل هذا فالتأويل ربما صعب على الإذهان بالمناسبة هذا أبسط ما يمكن تقريباً لأن المعنى بغير هي شي مو أي واحد يفهمه اللي يفهمه من يطرح الشيخ الأوحد على الله مقامه بعبارات الخاصة هذا مو أي واحد يفهمه هذا يسموه تأويل بعيد أكو تأويل قريب وأكو تأويل بعيد أكو أمور ما يمكن بالتأويل القريب وأكو أمور يمكن بالتأويل القريب مو أه واسأل القرية واسأل القرية شنو واسأل القرية هاي يقولون أكو تقدير محذوف واسأل أهل القرية واسأل القرية مو تسأل الحيطان اسأل أهل القرية هذا تأويل زين وتقدير قريب وأكو تأويل بعيد مو أي واحد يعرفه زين مو لكل من هب ودب وإنما للخواص للخصيصين زين مثل الأنبياء مثل سلمان سلام الله على سلمان اليوم ذكرى وفاة سلمان في اليوم الثامن من شهر صفر ذكرى وفاة سلمان سلام الله عليه واليوم التاسع ذكرى شهادة عمار سلام الله هذول غير شيء هذول أهل الفهم وأهل الإدراك فنذكر فنحادثة حادثتين في حق هؤلاء ضمن موضوعنا عمار بن ياسر يوم من الأيام إجاء واحد قال له يا أبا يقضان حيرتني آية في كتاب الله قال ما هي قال إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ما هي الآية ما هي الدابة فحلف له عمار أن لا يقعد على الأرض وأن لا يأكل وأن لا يشرب حتى يريه تلك الدابة ليس القعد مدئدة يأكل ويشرب ذاك تعجب قال يا أبا يقضان يا عمار ما عهدتك كاذبة قال ولمه قال أقسمت لي أقسمت لي أن لا تقعد ولا تأكل ولا تشرب حتى ترينها اشقل عمار قال لقد أريتكها لو كنت ترى لقد أرهتكها لو كنت جنو لو كنت ترى زين فمو كل شيء كل إنسان يمكن أن يعرفه خصوصا القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والراسخون في العلم هم محمد وآل محمد هي رويت لكم بين سلمان وأبي ذر هذا بالعاشر وهذا بالتاسع لو عرض علم سلمان على أبي ذر لقتله أو لكفره يوم من الأيام أبو ذر إجي يوم سلمان دخل علي شاف أكو قدر وهو يغلي يفور فيه مرق مرق يعني نسميه تشريب وتحته حصيات ثلاث حصوات نار ما كون هي أكو نار بس مو يوحي يشوف النار فحصيات ثلاث حصوات وهذا يغلي تعجب تعجب أبو ذر سلمان قال له تعجبت قال نعم صرفا إيدة يدخل إيدة وين داخل التشريب وأخذ شنو وأخذي خوطة هاي مثل هارون المكي من قلة الإمام روح وقعد بالتنور مو وذاك الخراسان خط بإيدة وأمثلة كثيرة السماعة عدنا وقت إحنا قام أبو ذر مذهل ها بعد قال له تعجبت قال له شال القدر شفاك قلبه وهذا ما وقع المرق لا نيوتن هنا يشتغل ولا الجاذبية ولا أي شيء هنا يفشل قانون نيوتن قام أبو ذر مذهل خرج لاقاه أمير المؤمن عليه السلام قال ما وراءك يا أبا ذر قال وقيت وقيت جاب من إيدي أخذ دخل قال يا سلمان رفقا بأخيك رفقا بأخيك على كيف كوي يا أخو هذا سلمان وأبو ذر مع احترامي للحاضرين هذا الزمان بعض الناس ما يعرف ما يميز بين الاستبراء والاستنجاء تعال كلمني بالحكمة تعال فهمني تعال علمني هذا ليس مشرب لكل وارد يا أخوان رحم الله امرأ عرف قدره نفسه يعرف قدر نفسه والله ما عجبني هذا التأويل والله ما عجبتني هاي الرواية وشيني انت ما عجبتك هاي الرواية شيني انت زين بتريد تفهم روايات وفضائل ومقامات أهل البيت عليهم السلام كلنا نحن منغمسين بالذنوب منغمسين هيهات هيهات دون هذا خرق القتال على كل فإذا أكثر من هذا بعد ما يمكنه هو هذا الخوف من القتل بهذا المعنى الذي أشرت إليه بعد السبب الثاني اختبار نوع اختبار وبينت هذا بينت في قضية الإمام الحسن عليه السلام وسلموا تسليما بينت ان الله يختبر العباد على ما يشاء يختبرهم بحضور الإمام يختبرهم بغيبة الإمام يختبرهم بصلح الإمام يختبرهم بثورة الإمام يختبرهم بالصلاة بالصيام بالحاج بالعقيدة بالأسرة بالمخالفين بالهواء بالماء ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون هذا هذا أمر الله عز وجل ويجب علينا أن نسلم لأمر الله سبحانه وتعالى فإذا هو نوع اختبار وذكرت تفصيل ذلك ما يحتاج أكرر الأمر الثالث السبب الثالث لعدم استكمال النطف يعني أكو بعد نطف شنو معنى هذا خلوا وضح الكياب حادثة تلقاها في كتب الغيبة فاد واحد إجا للإمام سلام الله عليه سؤال لطيف جدا ذكي هذا قال يا ابن رسول الله ألم يكن علي قويا في ذات الله أكو واحد أقوى من علي بن أبي طالب أكو واحد أشجع من عنده السماوات مطويات بيمينه زين قوة شجاعة قال نعم كان قويا بلى قويا في ذات الله قال إذا لماذا لم يظهر على القوم يعني اللي غصبه حقه اللي أذى اللي بعد تدري إلى درجة يوقف يصلي وراء جماعة ويقرأ لأن أشركت ليحبطن عمله زين شايف ابن الكوة صلي جماعة وراء أمير المؤمنين عليه السلام يستفز مسجد الكوفة الإمام يقرأ هذا لأن أشركت ليحبطن عمله شايف شنو النوع هذا هذا أنواع الأذى جسد الروحان المادي المعنوي المهم فيسأل الإمام الإمام جاوب قال نعم كان قويا في ذات الله قال إذا لماذا لم يظهر قال منعته آية في كتاب الله شو يخلي ذهنة كوية ما أقدر أفصل كثير قال أي آية قال بسم الله الرحمن الرحيم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما قال ما معنى تزايلهم هذا افتهم افتهم شيء وما افتهم شيء اللي افتهمه شنو يعني الآية تخاطب أمير المؤمنين عليه السلام أيضا ظاهرها شيء لكن تأويلها شيء ثاني ظاهرها على الكافرين عن ناس عموما تأويلها على أمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت لو تزيلوا لتميلون عن أمري الله يخاطبهم الزيل هو شنو الميل والمخالفة عن أمر الله عز وجل فرى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم يعني ما طاعونا عذابا أليما قال ما افتهم هذا الشق الأول الثاني اللي ما افتهمه ما معنى تزايلهم هو وين من الأمير المؤمنين عليه السلام قال لها شوف انتبه قال ودائع مؤمنين ودائع مؤمنين في أصلاب رجال كافرين ودائع مؤمنين سوضح الكيها في أصلاب رجال كافرين وكذلك القائم حجل الله تعالى فرجو الشريف لن يخرج حتى تستكمل تلك النطف فإذا استكملت ظهر فإذا استكملت شنو خرج أو ظهر هذا مضمون للحديث شنو ودائع مؤمنين في أصلاب رجال كافرين يعني مثلاً واحد من هؤلاء الذين غصبوا حق أمير المؤمنين عليه السلام صار في معركة زين الإمام عليه السلام ينظر وين ينظر في جبينه ليش لأن كل إنسان كل إنسان مسجل بجبينه كل شيء شلون هذا الشي سموته الرام الرام مال الحاسبة زين هاي سابقاً بعض الشيوعين هاي يضحكون علينا عليها السلام ما شاء الله رام هالقدوته تحط شنو تحط به أفلام مال سنين كذلك جبين الإنسان كل جبين الإنسان بكل شيء مخطوط رزقه زوجته أولاده حياته عمره منه يطلع من صلبه كذا فالإمام يرى أن في ذلك لآيات للمتوسمين اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله فهو يرى ما في جبين الإنسان فإذا كان في صلبه كانت نطفة ولو بعد ألفين سنة ولو بعد التلاف سنة نطفة طاهرة نطفة مؤمنة فلا يقتله أبداً لأن لو قتله تزيل لو قتله قتل مؤمناً منع من خروج شنو من خروج مؤمن في حادثة أتخطر مالك الأشتر أو كوميل إجوا يسئلوني الإمام سلام الله عليه قال يا أمير المؤمنين بأي سيران قتلت نفس العدد اللي أنت قتلته عادة الإمام إذا قتل واحد يكبر فيسمعه أهل العسكرين قال له أحصيت لك كذا تكبيراً ماذا قال له الإمام عليه السلام؟ إمام سلام الله عليه قال له أضمن الحديث قال أنا أنظر في جبين الإنسان أشوف في جبين إذا كان في صلبه نطفة طاهرة أتركه ما معنى أنت مو معصوم مو مثلي أنت تقتل كل من هبوده شوف كم مؤمن أنت مانع كم مؤمن أنت تقاتل ولا تشعر هذا شوف أي ضرورة وجود المعصوم وخصوصاً في الحروب وخصوصاً في القتال وخصوصاً في الجهاد أي من يلتفت إليها من يعرف هذه الدقة العقائدية أو الدقة في صفات الإمام المعصوم سلام الله عليه فلا يظهر كذلك القائم سلام الله عليه لا يظهر حتى تستكمل تلك النطف فإذا استكملت يظهر هذا سبب سبب آخر أذكره هو الأسباب كثيرة فقط هذا السبب الأخير ذنوب ومعاص الشيعة والمؤمنين ذنوب ومعاص الشيعة والمؤمنين تؤخر الغيبة تؤخر الغيبة لا تعجي كما أنه أكو بعض المحسوبين على التشيع والتشيع منهم براء هذول يسموهم الإباحية اللي يفعلون المنكرات يظهرون بين حين وآخر من زمن الغيبة لحد الآن ينقرضون ويظهرون هم طبعاً ليس بشيعة متشيعة ثانياً لو صنيعة جهة الفلانية أو الجهة الفلانية إذا ولا شي يسوون يفعلون المعاصي والمنكرات من تجي تقول لهم أنت ليش يسوي يقول لك حتى أعجل بظهور الإمام عليه السماء يا بشلون قال ها مو ما يظهر حتى تملأ شنو ظلماً وجوراً وفساداً فأني أكثر أكثر الفساد بسرعة من يظهر أتوب وأصير يا الإمام من يقول لك هالحجة هذا؟ منين هالكلام هذا؟ هذا من الكلام؟ هذا وسوسة الشيطان وسوسة إبليز والإمام الصادق عليه السلام كذب هؤلاء وبين أن هؤلاء في الواقع وفي الحقيقة يؤخرون ظهور الإمام عليه السلام وإنما تعجيل الفرج بالتوبة تعجيل الفرج بالطاعة تعجيل الفرج بالتقوى أذكر لك هاي الرواية مختصراً واح السأل الإمام الصادق عليه السلام الإمام أجابه قل في حادثة طويلة عريضة الله عز وجل أذنب بني إسرائيل سولهم في الذنب فأوجب عليهم عقوبة أربعمائة سنة أربعمائة سنة قم الجراد مدرشن وغلاء أسعار أمراض معرف إيش هذا البلاء هذا العقوبة هالنوع هاي يقول الإمام عليه السلام فضجوا إلى الله أربعين صباحاً قاموا ويطلعون رجال نساء أطفال كل صباح يأخذوا لهم ساعة ساعتين يبكون يتضرعون يا إلهي تب علينا كذا يصلون يتعبدون فأسقط أوحى الله عز وجل إلى موسى وهارون أن أسقطنا أسقطت عنهم مئة وسبعين سنة بسبب شنو؟ بسبب التوبة بسبب الاستغفار أسقطت عنهم مئة وسبعين سنة شي يقول للإمام عليه السلام وَكَذَلِكَ أَنْتُمْ لَوْ فَعَلْتُمْ كَمَا فَعَلُوا لَفَرَّجَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ عَنَّا وَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَإِنَّ الْأَمْرَ إِلَى مُنْتَهَا إلى الشي مقدر لأ الله عز وجل تريدون تعجيل الفرج توبوا إلى الله اعملوا الصالحات عليكم بالتقوى فليسمع المؤمن فليسمع المحب الذي يفعل المعاصي أنت مو بس تأذي نفسك أنت تأذي المذهب وتأذي الإمام سلام الله عليه تؤخر بتعجيل الفرج عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب على كل إذا استكملت النطف وجاء اليوم الموعود وأذن للإمام صلوات الله وسلامه عليه كما قلت لكم يظهر في بيت الله الحرام في الكعبة يسند ظهره إلى الكعبة في صبيحة يوم عاشوراء يوم السبت وينادي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فيجتمع عنده أصحابه ثم يتوجه بأبي وأمي بحملته الكبرى ليملأها قصطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجوراه إلى أن يستتب له الأمر يجمع أصحابه في مسجد الكوفة يقول لهم قوموا بنا يقولون إلى أين يبنى رسول الله يقول إلى كربلا إلى ما ادخرت إليه هو منك يطلع وشعار يا لثارات الحسين يجمع أصحابه يتوجه نحو كربلا لما تلوح له ملاح معالمها تغرورق عيونه بالدموع إلى أن يصل إلى أرض الطف إلى قبر جده الحسين عليه السلام يرمي بنفسه عليه يبل تراب القابر بدموع عينه ويزوره بتلك الزيارة اللي الآن هو يزور في كل صباح ومساء يقول له يا عجايا ياد فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور فلأن دبنك صباحا ومساءا ولا أبكي أن عليك بدل الدموع دماغ اللي يجي سيد حيدر بهذه القصيدة ويخاطبه أترى تجيء فجيعة بأمضم أيين تلك الفجيعة حيث الحسين بكربل يا خيل العدى طحن يا تضلو أعى نعم لما ناد المنادي فليركب عشر ويرضوا صدر الحسين يا تضلو عى بعض أرباب المقاتل يقول يقول الإمام سلام الله عليه يبحث عن قابر يخرجه وإذا به عبد الله الرضيع يرفعه ينادي أيها الناس بأي ذنب قتل هذا الطفل الرضيع هو رضيعها يا عبد من الوريد مخذب فاطلب رضيع يا ابن الحسان طفل حسين يا يان يجري من النحار دم عطشان ويريد الماء يفط ما حرم لبسهم وأما الأم تجتنع يا ابن هدق الله يمّا يا يمّا يا يمّا يا يمّا يا يبني عبد الله يا غالي يا غالي أنا برباك سهرت الليالي يا يمّا 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 يا ما يعاتم للحزن ننصر والله ونبني ونبني وفجعني حرم لبسهم ونبني لطفل عادي فطمون ونبني انفطم يا ناس بسهام المنية والله انفطم يا ناس بسهام المنية العند ثار النوم مصاحب وصوت من حسرات دايا والله بكل نفس تشويك جامرة كاربلة بكل نفس تشويك جامرة كاربلة شلون تصبر وانت تيذكر حر والله شلون تصبر وانت تيذكر حر والله لو بسار وآحد تنحمي أوثار من جدك علي حد الطفل وادري صعب عليك تشيل ماتي الهزي والله ادري صعب عليك تشيل ماتي الهزي أوصيح يمجر في النهار يلي ثارك حيال الليين مهجتك اشلون يا ما يلي خمد يا صاحب العصر والزمان اشلون يا ما يلي خمد جمرتك والله ما ترضى يا مهد غيرتك تطب للديوان زينب عم توقيك على مواي على مواي على مواي على مواي رعي الثار ما يظهر على مواي وينشور لليتانون على موين سببتون عمات على موين سببتون عمات جرماية بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي ما استنظر وأنت أرحم الراحمين اللهم اشفي كل مريض خصوصا من أوصانا بالدعائش في مرضاهم اقضي حوائجهم احفظ الإسلام والمسلمين أيد علماءنا العاملين اجعل هذا البلد وبلاد المؤمنين والمسلمين في أمن وأمان أخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا أخواني المؤسسون تقبل أعمالهم وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين والمستمعين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع تواب الفاتحة مع الصلوات